بعد قرابة عام من احتجازه دون محاكمة أصدر القضاء الجزائري حكماً بالسجن عاماً واحداً بحق الناشط الحقوقي عبدالله بن عوم ووجهت لبن عوم تهم التقليل من شأن الأحكام القضائية والتحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية فيما قالت محاميته فتح رويبي إن محكمة غيليزان برأته في القضية نفسها من تهم إضعاف معنويات الجيش وتهديد أمن الدولة والمساس بالوحدة الوطنية وإذا تعرضه لمشاكل خطيرة في القلب خضع بن عوم لعملية جراحية في العاصمة الجزائر مطلع شهر نوفمبر بعد ضغط من منظمات غير حكومية وسيكون بإمكان بن عوم الخروج من السجن بعد أقل من شهر بما أنه موقوف منذ ديسمبر 2019 المتهم الآخر في القضية علي خالدي برئة من جميع التواصل وهم المسندة إليه في هذه القضية لكنه مدان بقضية أخرى وبالتالي سيبقى في السجن وشارك عبدالله بن عوم بفعالية في الحراك الاحتجاجي في فبراير 2019 كما أنه دائم الانتقاد للسلطة سواء في الوقفات الاحتجاجية أو المنشورات على مواقع التواصل يقبع حاليا في السجون الجزائرية نحو 90 شخصا على خلفية الحراك أو الحريات الفردية وترتكز الملاحقات في حق كثير منهم على منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين